أنا برضو اتأثرت قوي بجدتي إن أنا كانت عندي جدتي وأنا صغيرة فكنت أصحى بدري ما بصحاش ألاقيها هي اللي صحت وقفة ورفعة ديها ومالت صلي خمسة الصبح وبتقول أسمينة كلنا وأنا بقعدة مستني يسمع اسمي وهتقول إيه وراه وخلاني أنا بقيت أحب الصلاة وحتى وقات أرفع إيدي زي ما هي كنت أرفعها يعني فدايما أحكي إن ما حدش قال لي صلي دايما بيقرو في الإنجيل ما حدش قال لي قري إنجيل بس لأنني شفت ده وفرحت إن اسمي في الحكاية يعني عشان كده بشجع كل أب الأب بالذات لأنه هو رمز للمسيح في البيت وكاهن الأسر أوقف صلي أبصد صلاة بس قول أسامي عيالك لما الولد بيسمع اسمه في صلاة بابا وبيقول عليه أي تعليق أو أي طلبة الولد بيفرح وبتتغيرس جواه الطلبة دي يطلع مهما كان بابا ما رفش يصلي يوقف يقول أبسط كلمات ويقول أسامي عياله بصوت مصموح في آية يعني عجبتني قوي في أشعياء عشر أربعتاشر بتقول على أشعره اللي هو رمز الشيطان أنا دخلت جمعت من العش البيض المهجور أو الفراخ المهجورة ليه جمعت بيسرق أولادنا ليه؟ لأن العشة مهجورة ليه ما لقيتش فاتح فم ولا مرفرف بجناح ولا مصفص يعني لو لقيت واحد بس واقف على العش يحرص الفراخ يقف يقول بس هش للشيطان هيمشي الشيطان بيقول كده أنا لو لقيت حد بيشي دي كنت مشي ده أنا لمت لأنه لقيت العشة مهجورة فبابا وماما حراس على العيال في العش أن يرفرف بجناح الرفع دي ليكن رفع يديا زبيحة مسائية ومصفصف حتى بيصلي بصوت يعني همس كده أنت على طول بتصلي لعيالك وعلى طول بتصلي لولادك أن ده بيهش الشيطان أن ما يتسرقوش مننا بيبليس مستني أن ننام عن الحراسة وياخد العيال المشكلة الحقيقية أنا بكرر مش الإلحاد والانحرافات الجنسية المشكلة أن البيت الذي ليس فيه تفاهم ليس فيه مرح ليس فيه حضور الله في تصرفاتنا وفي صلواتنا أننا علاقة حقيقية مع الله اشتركوا في القناة 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 شكرا